الحمد لله رب العالمين وبه فقتي وأستعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم آمين مشاهدين الأعزاء وحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسأل الله العلي القدير الذي جمعني بكم في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليالي المباركة أن يجمعنا اللهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم آمين لازلنا بفضل الله تعالى وعونه ومنه وكرمه وفضله نتواصل معكم مع سلسلة نداءات الرحمن لأهل الإيمان النداءات المباركة التي نادى الله تعالى بها على أهل الإيمان بلفظ يا أيها الذين آمنوا من أجل تحقيق سعادتهم وفوزهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة والمولى جل وعلا لا يأمر ولا يدعو إلا لخير ولا ينهى إلا عن شر سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا والله جل وعلا أقرب إلينا من حبل الوريد وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا بل وأرحم بنا من أنفسنا التي بين جنبينا الله جل وعلا ينادي في نداء آخر وتحديدا في سورة الجمعة نداء مبارك يقول فيه المولى جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يعني سبحان الله ثلاثين حلقة نحن اليوم الحلقة خمسة وعشرين ثلاثين مرة ونحن باش نطرحوا هذه النداءات بل قلنا أن الله تعالى ذكر ونادى في أكثر من ثمانين موضع وهو ينادي علينا يا أيها الذين آمنوا توبوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي خلقكم من يا أيها الذين في أكثر من موضع ونحن لم نلبي هذه النداءات إلا من رحم ربي على الرغم من أننا ندرك يقينا أنها تحقق المصلحة في الدنيا والآخرة اليوم باش نعيشوا مع هذا النداء المبارك اللي يقول فيها ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوى فضلوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هذا النداء المبارك يدعون الله تعالى فيه إلى إقامة هذا الفرض الذي فرضه على أمة محمد ألا وهو صلاة الجمعة الجمعة وما أدراك ما الجمعة صلاة الجمعة التي أمر الله تعالى بها عباده المؤمنين لإقامتها في يوم الجمعة هذا كعليش اليوم اخترت أن أحدثكم عن فضائل هذا اليوم العظيم الذي جعله الله تعالى عيدا للمسلمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة اسمع لهذا النداء المبارك إن يوم الجمعة سيد الأيام إن يوم الجمعة هذا الحديث جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله عز وجل وأعظمها عند الله عز وجل وخير من يوم الفطر ويوم الأضحى يعني أنت أتتصور معي هذا الحديث وعظمة هذا الحديث الذي بيّن الله تعالى فيه عظمة هذا اليوم والذي بيّن فيه أنه أعظم من يوم الفطر أي يوم عيد الفطر وأعظم حتى من يوم عيد الأضحى عيد الفطر عيد الفطر اللي هو ختام لخير الليالي عيد الفطر اللي هو فيه ليلة القدر التي جعلها الله تعالى خير من ألف شهر عيد الجمعة أو يوم الجمعة هو خير الأيام عند الله عز وجل أفضل من يوم الفطر كما قلت يوم الفطر اللي هو في أفضل الأيام عند الله عز وجل بل وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة أفضل من يوم الأضحى ويوم الأضحى اللي هو موجود في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فيه الحج وفيه الوقوف بعرفة وفيه 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 من الأعمال العظيمة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل أيام الحج ومع ذلك ومع عظمتها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويخبرنا في هذا الحديث أن يوم الجمعة أفضل من الفطر وأفضل من الأضحى لنتبين عظمة هذا اليوم اللي نحن وللأسف الشديد أصبحنا نمر على الجمعة أو يوم الجمعة هكذا يعني لا نتأثر هو يوم كبقية الأيام قد يراه البعض مننا يوم كبقية الأيام ولكن هو يوم عظيم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم خير يوم طلعت فيه الشمس اسمع لهذا الحديث خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة دل هذا الحديث على عظمة يوم هذا اليوم العظيم أعيد هذا الحديث خير يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة بل وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أش قال قال صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة لساعة هذا الحديث من أعظم الأحاديث الذي أو التي تبين عظمة يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة لا ساعة والساعة المقصودة هنا مش الستين دقيقة أي هناك وقت معلوم وبيّن أهل العلم أن هذا الوقت المقصود والذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو الساعة التي تكون بعد العصر وقبيل المغرب قبيل أذان المغرب وقبيل غروب الشمس إن في يوم الجمعة لساعة أي وقت معلوم لا يوافقها مسلم لا يوافقها مسلم أي لا يدركها مسلم لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل ربهم من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تعالى إياها الله 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 أتعجب أتعجب لمن يغفل على هذا الكنز العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك كنز ويعطيك مفتاح ويعطيك بلغتنا نحن شاك أو شيك على بياض عمرش تحب ماذا تريد يا صاحب الهم يا صاحب الدين يا صاحب الضعف يا صاحب المرض ماذا تريد اسأل ربك من فضله في يوم الجمعة وفي عشية يوم الجمعة فإن لك فيه ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة إلا إلا ما فيش كلام يقينا إلا أعطاه الله تعالى إياها فأسأل الله تعالى أن يستخدمنا وأن يجعلنا من أولئك الذين وفقوا لمقابلة ولعيش تلك الساعة التي فيها الفضل وفيها الخير لذلك نادى الله تعالى يا أيها والذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا والسعي هنا دليل على سرعة الإقبال على هذا الفضل وما قالش فامشوا أو فامشوا فالمشي هو المشي العادي أما السعي هو المسارعة فيه سرعة فيه أكثر خطوات بدليل السعي بين الصفا والمروة ليس مشي عادي بل هو يشبه الهرولة فالنبي صلى الله أو الله عز وجل في هذه الآية المباركة يدعون إلى المسارعة في الإقبال على هذا الفرض الذي منى الله تعالى به على أمة محمد لما فيه الخير ولما فيه المصلحة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة والمقصود به صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إلى ذكر الله أكثر من ذكر الله تعالى بل أكثر من الصلاة على رسول الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة على رسول الله تكون في يوم الجمعة النبي يقول كما جاء في الصحيح أو كما قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة فأكثر فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي فالنبي الصلاة علي أو الصلاة على رسول الله معروضة على رسول الله يسمعها صلى الله عليه وسلم بل ويرد عليها صلى الله عليه وسلم وهو القائل بذلك وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين الشاهد أحبابي أن الله تعالى يدعون في هذا النداء إلى إقامة هذا الفرض وعدم الاستهان به وهو شعيرة من شعائر الله تعالى وجب على أمة محمد أن تعظم هذه الشعيرة من بابي وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أتركوا 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 العمل أي نعم أتركوا العمل في وقت الجمعة حبط عمل كل إنسان حبط عمله طبعا حبط عمله في وقت صلاة الجمعة المخصوص ثم على عكس ما يعتقد البعض أن يوم الجمعة يجب أن يكون يوم راحة كما هو معمول به عند بعض الدول الأخرى لا لا يمكن أن يكون يوم راحة وما هو فرض أن يكون يوم راحة ومن يشتغل يوم الجمعة إلا في وقت الصلاة يعني ليس آثم بدليل أن الله تعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أي عودوا إلى عمالكم عودوا إلى تجاراتكم عودوا إلى بيعكم وشرائكم عودوا إلى مكاتبكم فقط بعد انقضاء الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نسأل الله تعالى أن يقذف في قلوبنا محبة هذا الفرض العظيم ومحبة الإقبال على الله تعالى وإحياء هذه الشعيرة المباركة أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين هذا هو نداء اليوم وإلى نداء آخر بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته